مواقف سياسية وشعبية وردود فعل عالية المستوى داعمة للحلبوس ما هو القادم برأيك أزمة متسعة أم اتفاق خلف الكواليس ربما يحفظ ماء الوجه لجميع الأطراق بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام طبعا في الحياة السياسية العراقية كل شيء متوقع يعني يعني رويتي أو تحليلي الشخصي أعتقد أنه الأمور ستمضي باتجاه تسوية ما ليس بالضرورة أن يبقى السيد الحلبوسي رئيس البابلمان لكن ممكن هناك صياغ أخرى للتسوية أن يبقى أنه هو زعيم سياسي مرموق له حضورة جماهيرة وله نفوذة في الساحة السياسية وأدى كتولة البابلمانية كتولة السياسية الكبيرة أيضا وهو من شخصيات البلد المهمة وإحنا عدنا يعني كثير من الشخصيات السياسية المهمة هي ما أعتها مناصب تنفيذية أو ما أعتها مناصب يعني في الدولة لكن هي نفوذها كزعامات كتل أو كزعامات أحزاب واضح في المشهد السياسي وفي كل المجالات أما إيجاد تسوية يعني بصيغ ماصية قانونية طبعا أنا قلت هو كل شيء يعني ممكن في العراق لكن أعتقد إذا تم يعني تجاوز أو يعني هذا القرار بالمحكمة الاتحادية فهذا يعني أنه يمكن أن يفتح الباب لتسويات أخرى بذات الطريقة يعني أنه كل ما تصدر أو ما صدر حتى عن المحكمة الاتحادية من قرارات ترى بعض الجهات أنه مثلا غير منصفة أو أنها مسيسة هذا معنى أيضا سيعادل نظر فيها وبالتالي لن تكون هناك مثابة للعملية السياسية وتبقى التسويات والاتفاقات أو يعني الديمقراطية التوافقية تبقى هي هي بذاتها مفجعية لنفسها فكل شيء متوقع لا أستطيع أن أجزم يعني نعم يعني قانونيا هو قرار المحكمة طبعا نحترم القضاء ودائما تعودنا يعني حتى لو كان هناك تشكيك في القضاء لكن أعتقد أنه احترام قرارات القضاء أمر مهب يعني من قبل الجميع لكن السيد الحلبوسي في ذات الوقت هو أيضا شخصي يعني مرموقة يعني في الحياة السياسية ورجل داخل الآن على انتخابات وربما التوقيت هو هذا اللي يثار ألامات السفام لدى المراقبين ولدى الشارع العراقي ولدى جمهورة بصورة خاص يعني باعتبار هو كان يعني لا يزال هو الحد الآن يعني تقدم من المرشحين الكبار حقيقة للاستحواذ على مقاعد المجالس المحلية خصوصا في محاضات المنطقة الغريبة اشتركوا في القناة